اشتركوا في القناة والولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرؤية جاءتني منذ يوم واحد الرائي من اليمن يقول رأيت أني كنت في البيت ورأيت السماء وكانت سوداء مظلمة فيها دخان كثيف ومظلم وكانت تتساقط كواكب وشهب ونيازك ولهب مشتعلة وكنت أسمع صراخ الناس كلهم مفزوعين كأنه يوم القيامة وخرجت إلى الباب البيت ورأيت الناس مفزوعين في الشارع ويرقضون من شدة الهلع ورفعت رأسي إلى السماء لرؤية الأهوال وإذ بها تنشق نصفين السماء تنشق نصفين ويخرج ضوء ساطع ونور من الشق الذي فتح فيه السماء وخرجت آية قرآنية مكتوبة بحجم كبير وبصوت عظيم ينادي من السماء يقرأ الآية المكتوبة فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وكأني أول مرة أسمعها من شدة الخوف واستيقظت من النوم خائف ومرتعب من هول المنظر تأويل هذه الرؤية في البداية قول الرأي أن السماء كانت سوداء مظلمة هي إشارة إلى كثرة الظلم والفساد الذي عم الأرض وانتشار الفتن ولا يخفى على أحد ما وصلنا إليه أما الدخان الكسيف الذي أحدث ظلمة فهو إشارة إلى حدث كوني قريب نظنه اقتراب النجم ذو الزنب ينتج عن هذا الحدث تساقط الكواكب انهيار دول وزوال ممالك وسقوط الشهب والنيازك فيه إشارة إلى اقتناع الناس وتيقن الناس أنهم وصلوا إلى أحداث النهاية وانتقال الناس من مرحلة سماع الكلام والأخبار إلى مرحلة معاينة الحقائق الكونية الربانية والدليل على ذلك خروج الناس مفزوعين في الشوارع يرقدون من شدة الهلع وقول الرأي أنه نظر إلى السماء وإذا بها تنشق نصفين ويخرج ضوء ساطع من الشقة الذي في السماء وفيه آية قرآنية مكتوبة بحجم كبير فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين تأكد الناس من حدوث آية الدخان التي تأتي مباشرة بعد الآية الكونية وهي نجم الآيات وكون أن الآية مكتوبة بحجم كبير ومقروئة بصوت عظيم هي إشارة إلى أن هذه الآية آية كبرى من آيات الله يراها جميع الناس وهذه رؤيا أخرى تقول الرائية رأيت أني في مكان مفتوح يشبه الصحراء لا بناء فيه وكان هناك رجل ممدد على الأرض بكامل ملابسه البدوية حتى الشماغ على رأسه وإذ قيل لي أن أغسله تغسيل الأموات فتسألت كيف هذا وأنا امرأة ومن هذا الذي علي تغسيله فسمعت صوتا مبهرا يقول لي هذا ابن عمي علي وعلمت أنه صوت الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم تأويل هذه الرؤيا معنى أن ترى رجل ممدد على الأرض بكامل ملابسه البدوية اللي هي الشماغ على رأسه معنى أن هذا الرجل من العرب لأن لبس البدو هو لبس عربي فهو من العرب ثانيا هذا الرجل هو الإمام المهدي وتغسيل تغسيل الأموات معنى أنه بدأ في مرحلة الإصلاح والصوت هو صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذه المرأة الرائية هذا ابن عمي علي ونعلم جيدا أن المهدي من نسل الإمام علي وفي قعدة بتقول عندنا في الفقه الإبن وإنعلى والجد وإنعلى فالمقصود بهذا الكلام هذا ابن عمي علي أي أنه ابن الإمام علي حفيد الإمام علي وهي رؤية جميلة وتبشر بقرب الظهور وهذه رؤية أخرى تقول الرائية كنت جالسة بساحة كبيرة وجاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يلبس عباءة زرقاء وشعره كان طويل على أكتافه وناداني باسمي وبدأ يقول لي باسمي اندهي للإمام علي فندهت للإمام علي طلع الإمام علي وهو يلبس لبس القتال ومعه السيف ثم قال لي اندهي لسيدنا عمر ويطلع سيدنا عمر يلبس القتال ومعه سيف وبعدها ندهت الأبو بكر وخرج بلباس القتال وبعدها ندهت لسيدنا إبراهيم ولكن كان سيدنا إبراهيم يرتدي عباءة زرقاء وبعدها ظهرت لي السيدة عائشة ونظرت إلى رسول الله وكان يبتسم لي ما تفسير هذه الرؤية هذه الرؤية هذه الرؤية تحمل دلالات نقولها مباشرة رؤية سيدنا علي وأبو بكر وعمر هي إشارة إلى عودة النصر وعودة الفتوحات الإسلامية من جديد عما قريب ورؤية سيدنا إبراهيم في هذه الرؤية معناها أن مصرح الأحداث سوف يكون في مكة لأن الذي بنى الكعبة التي هي في مكة رفع قواعدها هو إبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل عليه السلام ورؤية السيدة عائشة معناها عودة الأمة إلى منهج الطهر والعفاف والنقاء ورؤية الرسول يبتسم الخير الكثير القادم للأمة تحت خلافة الإمام المهدي عجل الله ظهوره نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام ونكتفي بهذا القدر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته